موسيقى الرئيس المنتخب جو بايدن يدعو إلى تعزيز وطيرة التطعيم ويؤكد أن الوضع بسبب كورونا سيسوء أكثر قبل أن يتحصل مجلس الشيوخ يصوت اليوم لرفع قيمة إعانات المتضررين من جائحة كورونا ويؤجل موازنة الدفاع إلى غد الأربع تقلع رحلة تجارية لطارة بوينغ 737 ماكس لأول مرة منذ منعها من التحليق في مارس 2019 بعد حدثين أو ديابة حياة مئات الأشخاص العشرة ليلة بتوقيت جرينيتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار مرحبا بكم قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الولايات المتحدة ستشهد في الأسابيع المقبلة أصعب فتراتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد أوضح بايدن في كلمة حول كورونا أن الخروج من الأزمة الصحية الرهنة يتطلب التزام كل الأمريكيين بإجراءات الوقاية مشيرا إلى أن توسيع عمليات التلقيح يمنح أملا بالخروج سريعا من هذه الأزمة ونحن ننهي أسعب سنة مرت علينا أنا متفائل بمستقبلنا لقد تم اكتشاف لقاحات وتطويرها وهذا ما يمنحنا أملا كبيرا اقتصادنا سيعود إلى قوته من جديد أرى أننا سنعود إلى وضعنا الطبيعي السنة القادمة وأرى أيضا فرصا كبيرة لبلدنا في مجال خلق فرص عمل جديدة والطاقة النظيفة والمساواة بين الأمريكيين ومجالة أخرى لكنني سأكون صريحا معكم الأسابيع والأشهر القليل القادمة ستكون صعبة للغاية وربما ستكون الأصعب طيلة الأزمة الصحية أنا على يقين أننا سنخرج من هذا الوضع لكن علينا أن نكون ملتزمين جميعا لتحقيق ذلك في سيق متصل انتقد بايدن وطيرة التلقيح ضد فيروس كورونا التي تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذها تعهد بالعمل على تسريع عملية التطعيم لتشمل كل الأمريكيين برنامج إدارة ترامب للقاح يسجل تأخرا كبيرا نحن ممتنون لجهود الأطباء وشركات إنتاج اللقاحات والعلماء والباحثين لسرعتهم في إجراء التجارب وإنتاج اللقاحات لكن لدينا مخاوف من كون عملية توزيع اللقاحات لا تتم بالشكل المطلوب إدارة ترامب قالت إن 20 مليون أمريكي سيتم تلقيحهم مع نهاية ديسمبر غير أن بضعة ملايين فقد تلقوا اللقاح خلال إدارة لن أدخر أي جهد لكي يكون بمقدرة كل الأمريكيين تلقي اللقاح سنعمل على تطعيم 100 مليون أمريكي في المائة يوم الأولى لإدارتي إذا منحنا الكونغرس التمويل يمكن أن نصل إلى هذا الهدف وحتى إذا سرعنا في عملية التلقيح فإن تطعيم كل الأمريكيين ستمتد لأشهر طويلة رابح الفلالي مراسل الحرة يطلعنا على المزيد من واشنطن خصوصا بعد كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رابح جرير بالفعل هذه الكلمة كانت متوقعة منذ الساعات الأولى هنا في واشنطن خاصة بعد تلك الأحاديث والجدل الذي أطير في العاصمة واشنطن عن سقف التوقعات الذي كان قد صاحب عملية إجازة اللقاحات عندما كان الأمل بين الأمريكيين أن يكون التوصل بنهاية العام الحالي أي بنهاية الشهر الحالي تحديدا أن يكون هناك رقم يتجاوز العشرين مليون من الأمريكيين الذين سوف يستفيدون من اللقاح الذي حدث أن الرقم الذي تحقق حتى الآن هو بضع ملايين كما أشرتم وهو أمر بعيد على أن يكون في مستوى ذلك التوقع أو في مستوى تلك التطلعات التي كانت قد صاحبت عملية إجازة اللقاح الأمر الذي دفع بالإدارة المقبلة على لسان الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الحديث على تلك المتاعب التي وجهها الأمريكيون ليس فقط جرير على مستوى إيصال اللقاحات والاستفادة منها ولكن هناك حقيقة أخرى الآن هي مؤلمة في الولايات المتحدة وهي أن الشهر الحالي هو الشهر الأسوأ من حيث عدد الوفيات بين الأمريكيين أو عدد الإصابات الإيجابية بين الأمريكيين إضافة إلى تلك المتاعب الاقتصادية الشهر الحالي يوصف بأنه الشهر الأكثر سوادا بالنظر إلى تلك الأرقام بالنظر إلى تلك المعاناة التي تتحدث عنها المؤسسات الصحية وكثير من المستشفيات في مختلف الولايات الأمريكية لذلك هناك في بعض الإحصائيات حديث على أنه واحد من بين ألف من الأمريكيين إما أصيب أو توفى جراء الإصابة بكورونا كل هذا الوضع دفع بالإدارة المقبلة إلى توضيح رؤيتها بنسبة لكيفيات معالجة الأزمة سواء على مستوى تدارك ما يوصف في الوقت الحاضر بالتأخير في إيصال وتلقيح الأمريكيين أو على مستوى اتخاذ مزيد من الإجراءات فدراليا ومنها خاصة المئة يوم الأولى التي لطالما تحدث عنها الرئيس المنتخب جو بايدن والمتعلقة بدعوة الأمريكيين إلى التشديد في الالتزام بإجراءات الوقاية ولكن كل ذلك لم يمنع من التحديد من أن ربما مطلع العام المقبل سوف تكون هي الفطرة الأصعب على الأمريكيين في مواجهة هذه الأزمة جرير رابح فلالي مرسل الحرة من واشنطن شكرا جزيلا لك رابح تلقت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كاميلا هارس الجرع الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي أنتجته شركة موديرنا في مستشفى يو أم سي بالعاصمة واشنطن وحثت هارس الأمريكيين على تلقي اللقاح حين يحينوا دورهم مؤكدة أنه آمن وكفيل بإنقاذ الحياة أشجع الجميع على أخذ اللقاح فالإجراء سريع وآمن وقل ما يثير الألم لقد تلقيت لقاح موديرنا وزوجي سيتلقاه بدوره وأتوق لتلقي الجرعة الثانية هذا باختصار يتعلق بإنقاذ الحياة وأنا أثق بالعلماء الذين طوروا هذه اللقاحات وأجازوا استخدامها ومن هنا أحث الجميع على أخذ اللقاح حين يحينوا دورهم تسببت السلالة الجديدة من فيروس كورونا والذي اكتشفت في بريطانيا بإثارة القلق بسبب احتمال انتشاره بسهولة أكبر في المقابل لا تزال دول العالم مستمرة في حملات التطعيم ضد الوباء اللقاحات التي يجيز استخدامها ضد فيروس كورونا أمام تحديات صعبة فمع اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس في المملكة المتحدة وانتشارها كالنار في الهاشيم ضعف الخبراء وعملهم على دراسة مدى فعالية تلك اللقاحات على السلالة الجديدة العلماء الذين توصلوا أخيرا إلى اللقاحات التي تقضي على الفيروس التاجي الذي انتشر العام الماضي في العالم يعتقدون أنهم قادرون على إدخال تعديلات في تركيبة تلك اللقاحات لضمان فعاليتها في القضايا على السلالة الجديدة للفيروس إذا ما كانت اللقاحات التي بدأت فعليا دول العالم باستخدامها بل قيام بتلك المهمة كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أكد أن البيانات الواردة من بريطانيا التي اكتشفت فيها الإصابات الأولى بالسلالة الجديدة تشير إلى أن اللقاحات ستمنع انتشار الفيروس مؤكدا أن الولايات المتحدة ستجري المزيد من الدراسات والأبحاث لتأكد من تلك الفرضيات تصريحات فاوتشي قابلت تصريحات أكثر تفاؤلا لمنصف السلاوي كبير المستشارين العلميين لحملة اللقاح في الولايات المتحدة حيث أكد أنه لا داعي للقلق في إشارة إلى أن اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الجديدة من عائلة كورونا القاتلة تطورات تأتي بعد أيام من إعطاء هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر باستخدام لقاح شركة فيزر بيونتك ولقاح شركة موديرنا بعد إثبات فعاليتهم بالقضاء على الفيروس كما تأتي في وقت بدأت فيه المراحل الأخيرة من التجارب السريرية على لقاح آخر محتمل لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس في الولايات المتحدة والمكسيك تزامنا مع انطلاق الولايات المتحدة ودول العالم بأكبر حملة تطعيم في العصر الحديث وتكمن مخاوف العلماء وخبراء الطب في العالم من تحور فيروس كورونا بشكل كبير لدرجة يصعب السيطر عليها وبالتالي تبقى احتمالية فقدان اللقاحات قدرتها على توفير الحماية الكافية ومعاودة ارتفاع حالات الإصابة بين الناس واردة من مدينة بلتموري انضم الي البحث الرئيسي حول لقاح موديرنا والأستاذ بكلية طب جامعة ميرليند دكتور ماثيو لورن مرحبا بك دكتور ماثيو شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة هل لقاح موديرنا آمن الآن ويمكن استخدامه ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا أم لا أولا شكرا جزيلا لاستضافتي مما نعرفه من الاختبارات السريرية واستخدام لقاح موديرنا حتى اليوم هذا اللقاح آمن وهو أيضا فعال ضد سلالات الكورونا التي نراها حاليا ما نعرفه هو أن بروتين الشويكة يحتوي على أكثر من 20 ألف من الأحماض الأمينية وهذه السلالة الجديدة تختلف في حوالي ثمانية من الأحماض الأمينية أقل من واحد في المائة من المواد الجينية تختلف ونتحدث عن سلالة بريطانيا بالمقارنة مع السلالة القديمة اللقاح لا يزال يوفر مناعة ضد أشكال متعددة من سلالات الكورونا طيب وهل المصدر هو بريطانيا فقط هذه السلالة عرفت أولا في بريطانيا هل ينحصر المصدر في بريطانيا هل تنصح السلطات بإغلاق المطارات والمسارات التي تؤدي إلى الولايات المتحدة من بريطانيا أم لا نحن نعرف أن السلالة الجديدة تم عزلها في دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا أيضا ما نراه هو أن الأفراد يجب أن يكون اختبارهم سلبيا إذا جاءوا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة في نفس الوقت يجب أن نستمر في الترويج لتدابير تمنع انتشار كوفيد-19 بما في ذلك الأشياء التي نفعلها مثل ارتداء الكمامات التباعد الاجتماعي غسل اليدين الابتعاد عن التجمعات إلى أن يمضي الوباء هل تتوفر في الولايات المتحدة أي من العوامل التي قد تغير وتحور وأن تخرج لربما بفيروس كورونا بسلالة جديدة في الولايات المتحدة محلية أم لا؟ ما نعرفه عن الفيروسات هو أنها تتحور ونتوقع من فيروس كوفيد-19 أن يستمر في التحور ما نبحث عنه هو معرفة هل هذه التحورات تؤدي إلى مقاومة اللقاح نريد أن نرى هل التحورات تؤدي إلى أمراض أكثر شدة لدى الأفراد هذان عاملان مهمان وسيجعلان الباحثين يركزون على عمليات البحوث والتطوير هل انتهت أو توقفت لربما عملية تطوير اللقاح الآن؟ هل هي متوقفة لأجل معين لقاح مديرنا نحن نتكلم عنه هنا دكتور العملية عملية تعزيز لقاح مديرنا مستمرة بقوة والأفراد يحصلون على اللقاح في الولايات المتحدة وهناك طلبات جديدة جاءتنا من دول أخرى وفي المستقبل المنظور إذا كان هذا ضروريا أن نغير اللقاح فهذا يمكن أن يتم بسهولة لأن الأحماض الأمينية يمكن أن تتغير طبقا لتغير السلالات ولكن هذا لا نخطط له حاليا إذن كيف تؤثر الأخبار الواردة مؤخرا عن أن هناك حساسية شديدة تصيب من يتلقى ليس بالعموم طبعا نتحدث عن خمس حالات تم الإبلاغ عنها حتى الآن من يتلقى لقاح مديرنا يصاب مباشرة بحساسية ودوار وتسارع في ضربات القلب هذا مخيف دكتور ما رأيناه هو أن هناك حوالي ستة أفراد عانوا من ردود فعل من الحساسية للقاح مرن اي وهذا يمكن أن يحدث مع أي لقاح آخر هؤلاء الأفراد تم علاجهم وهم في حالة جيدة ونحن مستمرون في مراقبة ردود الفعل هذه ونحرص على مراقبة الشخص لربع ساعة بعد عملية التطعيم طيب دكتور هل من خلال معرفتك بخطة واستراتيجية الولايات المتحدة والهدف الموضوع للتطعيم والوصول إلى العدد المطروح منذ بداية عمليات التلقيح هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستحقق هذا الهدف بالوقت المطلوب تبعا للاستراتيجية الحالية وهذا البطء الذي تتصف أو تتسم به العملية دكتور أم لا ما أستطيع قوله هو أنه في أي حملة للقاح جديد الأمور تسير ببطء في البداية وأتوقع أن أرى في الأسابيع والأشهر القادمة زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح وأيضا زيادة في مدى إتاحة وتصنيع هذه اللقاحات أنا متفائل أننا سنحقق أهدافنا وسنرى زيادة في المستقبل المنظور أشكرك جزيلا ماثيو لورين الطبيب المسؤول عن تطوير اللقاح موديرنا وأيضا الأستاذ بجامعة وكلية طب ميرلين شكرا جزيلا لك دكتور شكرا دعت منظمة الصحة العالمية إلى الاستعداد للأسوأ بسبب شدة جائحة كورونا التي أوقعت أكثر من مليون وسبعمائة ألف حالة وفاة وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن جرس الإنذار محذر أو إنه جرس إنذار محذرا من أن جائحة كورونا شديدة الجدية لا سيما السلالة الجديدة من الفيروس مؤكدا أنها تتفشى بشكل سريع بين الناس في مختلف أرحاء العالم أيام قليلة تفصل العالم عن وداع عام أسود أجبرت فيه حكومات دول كبرى على تسخير إمكانياتها لمحاربة عدو خفي أربك الدنيا وزهق أرواح مئات الآلاف وأحدث تغييرا في حياة الناس وهز اقتصادات دول عظمى فيروس كورونا المستجد الذي يبدو أنه لم ينتهي بالشكل الذي يتوقعه الخبراء لا يزال يتحور ويتغول ويزداد شراسة هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي أطلقت تحذيرات من أن القادمة قد يكون أسوأ مما سبق مسؤول المنظمة أطلقوا جرس الإنظار منبهين من أن أمراض أخرى جديدة قد تظهر في المستقبل القريب مؤكدين على ضرورة الاستعداد لما قد يحدث التحذيرات جاءت في وقت تسجل فيه بعض دول العالم إصابات بسلالة جديدة من كوفيد 19 والأرقام التي أعلنتها بعض الدول جعلت خبراء الصحة في العالم يؤكدون أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية في محلها ورغم إعلان معظم دول العالم عن بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا بعد الموافقة على اللقاحات التي أثبتت نجاعتها في القضاء على الوباء إلا أن السلالة الجديدة من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا وجنوب أفريقيا ضربت مؤخراً كلاً من كوريا الجنوبية والهند والأردن والبرتغال وكندا وإيطاليا والسويد وإسبانيا واليابان يأتي ذلك في وقت تشتهد فيه دول كثيرة عبر العالم لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات مع حلول فصل الشتاء ما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العالم إلى 81 مليون إصابة فيما تتصارع حملات التلقيح في الولايات المتحدة وأوروبا ويقول خبراء إنه رغم الأمل بفعالية اللقاحات التي أجازت استخدامها دول عدة للقضاء على الفيروس إلا أن الحرب ضد عائلة كورونا وأمراض أخرى قد تظهر في المستقبل تحتم على الدول الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأسوأ بعد قليل في ميناء العاصمة أجلس الشيوخ يصوت اليوم لرفع قيمة إعانات المتضررين من جائحة كورونا ويؤجل موازنة الدفاع إلى غد الأربع إقلاع رحلة تجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس هي الأولى منذ منعها من التحليق في مارس 2019 بعد حادثين أو ديابي حياة مئات الأشخاص ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد في الجزء الأول من هذه النشرة تناولنا دعوة رئيس المنتخب جو بايدن إلى تعزيز وطيرة التطعيم وتأكيده أن الوضع بسبب كورونا سيسوء أكثر قبل أن يتحسن كما سنتطرق في الجزء الثاني إلى تصويت مجلس الشيوخ المرتقب لرفع قيمة إعانات المتضررين من جائحة كورونا وتأجيل موازنة الدفاع إلى غد الأربع وأيضا لاحقا في من العاصمة أول رحلة تجارية لطائرة بوينج 737 ماكس منذ منعها من التحليق في مارس 2019 بعد حادثين أو ديابي حياة مئات الأشخاص تدور رحى حرب ضروس تحت قبة مجلس الشيوخ في واشنطن بشأن زيادة قيمة المساعدات المالية المباشرة للأمريكيين إلى 2000 دولار اللافت بأن خطوط الاشتباك التي عادة ما تنصب على أسس حزبية تبدلت في المعركة الحالية أضحى معظم الجمهوريين في خندق واحد بينما انضم ترامب عدد من الجمهوريين إلى خندق الديمقراطيين في سابقة نادرة حتى في عرف واشنطن المعتادة على الخلافات الحزبية المريرة يبدو ما يجري داخل أروقة الكونغرس بشأن زيادة الدعم الإغاثي للأمريكيين من 600 إلى 2000 دولار لمواجهة تداعيات كورونا خارجاً عن المألوف فدعم الزيادة تلك شكل لحظة طلاق غير مسبوقة بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديمقراطيين ووضع حزبه الجمهوري في مأزق صعب على أعتاب انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا والتي سترجح كفة الفائز فيها بالسيطرة على المجلس وزاد دعم عشرات الجمهوريين للزيادة التي أقرت في مجلس النواب قبل ساعات وأعلان أربعة جمهوريين في الشيوخ تأييدهم لها بينهم السيناتوران عن ولاية جورجيا من حجم الضغوط الملقات على قيادات الحزب لطرحها على التصويت وتبدو هذه القيادات كالعالق بين سندان ومطرقة فيما تحاول إيجاد توازن بين تأييد أغلبية الأمريكيين في الاستطلاعات من جهة لزيادة مبلغ الستمائة دولار الذي سيحصل عليه كل أمريكي ضمن حزمة الإنقاذ المالي وبين معارضة معظم أنصار الحزب الجمهوري لزيادة الدين العام من جهة أخرى في ظل تقديرات بأن تكلفة القيمة الإضافية للشكات قد يصل إلى نصف تريليون دولار غير أن تصديق مجلس الشيوخ على الزيادة يتطلب حصولها على دعم ستين صوتا على الأقل ما يرجح سقوطها ولكن استمرار المداولات في الشيوخ سواء بشأن الزيادة أو محاولة تجاوز النقد الرئاسي لمشروع قانون الدفاع والذي عكر صفو العلاقات أكثر بين ترامب وحزبه يشي بنهاية عهدة ديناميكية لكونغرس الحالي قبيل تولي الكونغرس المنتخب حديثا يوم الأحد انتقد الرئيس دونالد ترامب الزعماء الجمهوريين في الكونغرس على خلفية تجاوز حق النقد ضد مشروع قانون الدفاع اتهم ترامب في تغريدة قيادة الجمهوريين بسماحهم بتمرير قانون الدفاع الذي قال إنه سيء واصفا الجمهوريين في الكونغرس بالضعفاء وصوت مجلس النواب بأغلبية لإلغاء الفيتو الذي استخدمه ترامب ضد قانون الدفاع وطالب المشرعين بقانون أفضل معنا عبر سكايب من واشنطن الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الكونغرس ستيف كليمنز مرحبا بك سيد ستيف شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة أود أن أخذ وجهة نظرك بهذا الجدل الدائر اليوم بهالكونغرس أهلا وسهلا بك لهذه أول مرة نشهد فيها هذا التغير من موقف الكونغرس تجاه الرئيس الأمريكي وخصصا مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالفيتو من المخطئ هنا من الذي تغير موقفه هل هو تغير من قبل الرئيس الأمريكي لنحصلها لهذه النتيجة أم مجلس الشيوخ انقلب اليوم أعتقد أن الشيئان صحيحان علينا أن نعود إلى الوراء عدة أشهر الرئيس ترامب أرسل إشارة في ذلك الوقت بشأن الإغاثة من كوفيد إلى الحزب الجمهوري لم يسمعوه عندما كانت نانسي بلوسي تحاول أن تدفع باتجاه مليار ونصف من الأموال ترامب قال في ذلك الوقت عفوا تريليون ونصف قال لا مانع لدي أن يكون الرقم 2 تريليون دولار ليس لدي مانع أن أعطي الأمريكيين أكثر لم ينظر إليه أحد بجدية أعتقد أن هذا أعدى المسرح لتحالف ترامب الآن مع الديمقراطيين وهناك أيضا مشروع القانون الخاص بالدفاع هذه تم اعتمادها لستين عاما بدون أي مشكلة بدون أي تحزب والرئيس ترامب أثار غضبا بالنسبة لشركات الإعلام الاجتماعي أو يشعر بالغضب منها ويريد منها أن تتوقف عن الهجوم عليه حيث ادعت هذه أن تغريداته غير صحيحة هو يريد أن يرفع قضايا ضدهم ولكنهم يتمتعون بالحماية إنه غاضب على الجمهوريين لأنهم لم يروا أولوياته كأوليات لهم الجمهوريون في الكونغريس قالوا لا نريد أن نتلاعب بالأمن القومي الأمريكي هذا هو الذي أبعد البيت الأبيض عن الكثير من الجمهوريين هل كان تفصل لي أكثر لربما تفصيلة ميزانية الدفاع أو سياسة الدفاع للولايات المتحدة طبيعة ما كان يقلق الرئيس الأمريكي منها وطبيعة ما يضغط باتجاهه الكونغرس كان لتمريره القضية ليست بسيطة نعم داخل تفويض أو قانون الدفاع القومي وهو تشريع كبير وفيه أشياء كثيرة ليس لها علاقة بالدفاع القومي هناك بنود تحمي شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي ولا تحملها المسؤولية عن المحتوى وهذا يعني أنكم أنتم في الحرة مثلا لو وضعتم شيء على تويتر أو فيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي وهو مثار جدل ويشكل مشاكل وجاء أحدهم سواء كانت هناك مشكلة أو لا وأراد أن يتحدى هذا المحتوى ويجعل الحرة مسؤولة حاليا هؤلاء أو الحرة تعتبر معصومة أو محصنة من هذه الادعاءات هو ترامب غاضب بشأن التضييق على تغريداته والهجوم عليها بالنسبة للرئيس ترامب في تفويض الدفاع ليس الإنفاق أو انتشار القوات أو مستقبل وإنما اعتراضه على هذا البند الذي يحمي شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي من المحاسبة الرئيس ترامب قال نتيجة لهذا البند هو استخدم عقل فيتو ضد مشروع القرار والكثير من الجمهوريين والديمقراطيين قالوا هذا الموقف غير منطقي من جانب الرئيس لهذا السبب على الأقل في مجلس النواب صوتوا للتغلب على فيتو الرئيس وربما يحدث هذا أيضا في مجلس الشيوف وهذا يعني أن الرئيس خسر معركته في نهاية رئاسته حول موضوع أساسي من مواضيع الأمن القوم لم تنتهي انتخابات الكونغرس هل سيغير هذا الشيء بعد أيام قليلة؟ أعتقد أن هذا موضوع كبير في الخامس من يناير هناك انتخابات في جورجيا لاثنين من أعضاء مجلس الشيوف والسباق سيكون متقاربا لأن جورجيا وهي تقليديا ولعقود من الزمن كانت ولاية جمهورية ولكن في هذه الانتخابات الولاية صوتت لبايدن بهامش صغير هناك اثنان جمهوريان يخوضان الانتخابات حاليا وهما في وضع جيد والانتخابات ستكون متقاربة لو فاز الديمقراطيون بالمقعدين فسوف يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي لو الجمهوريين فازوا بالمقعدين أو بواحد عندها سيناتور ماكانل سيبقى رئيس الأغلبية والجمهوريون سيسيطرون على مجلس الشيوخ طيب ولكن هل هناك نوع من أنواع لربما الغزل حالي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استباقا لهذه النتيجة النهائية بعد أيام قليلة لا أسميه غزل وإنما تحالف مؤقت حول موضوع كبير موضوع الأمن القومي كانت هناك مقولة السياسة تتوقف عند حدود الماء أو عند الشاطئ عندما يتعلق الأمر بالجيش الأمريكي مسألة الأمن والتمويل مهمة جدا وفي الواقع أي عمليات تحزم ستتوقف رأينا جزءا من هذا أو عنصر من هذا مكانل جاء من ولاية كينتاكي وهي ولاية تدعم الجيش والأمن القومي وإستناتور مكانل لا يعجبه أن ترامب استخدم حق الفيتو فقد حثه على عدم فعل ذلك حاليا مكانل يتأكد أن تفويد أو قانون الدفاع الوطني يتم تمريره الرئيس يهاجمه على تويتر ويهاجم نائبه وبالتالي المعركة الآن ليست بين الديمقراطيين والرئيس وإنما بين قادة الجمهوريين والرئيس ستيف كلمنز شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الكونغرس أشكرك جزيلا ستيف أعادت شركة أمريكين أيرلاينز طائرات بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة التجارية لأول مرة منذ صحبها عالميا في شهر مارس من عام 2019 أقلعت أول طائرة بوينغ 737 ماكس من مطار ميامي متوجهة إلى مطار لغوارديا في نيويورك وذلك بعد رفع حظر السلامة المفروض على الشركة لمدة 20 شهرا إثر حادثين مأساويين أسفر عن مقتل بيئات الأشخاص في عامي 2018 و2019 تعود طائرة بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة التجارية إثر إجراء تعديلات تقنية عليها وتدريب الطيارين الجدد لإرشادهم ومعالجة المخاوف وذلك بعد قرابة عامين من الغياب بسبب حادثتين سقوط مأسويتين خلفتا معا 346 قتيلا إحدهما في أكتوبر من عام 2018 بأندونيسيا والثانية في مارس من عام 2019 في إثيوبيا وقد أقلعت أول طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز من مطار مايامي الدولي متوجهة إلى مطار لاغوارديا في نيويورك وستبدأ هذه العودة في مرحلة أولى برحلة واحدة بذهاب وإياب بين المطارين المذكورين على أن يتم توسيع الرحلات إلى مدن أخرى خلال الأسبوع المقبلة فيما قررت شركتا يونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز الحذوة حذوها لاحقا خلال النصف الأول من العام المقبل وتمتلك أمريكان إيرلاينز حاليا إحدى وثلاثين طائرة من طراز بوينغ سبعمائة وسبعة وثلاثين ماكس بعد استلامها سبع طائرات أخرى منذ أن رفعت إدارة الطيران الفيدرالية حذر السلامة وتخطط لإعادة الطائرة تدريجيا إلى أسطولها وتأتي عودة ماكس في وقت دفع فيه كوفيد-19 صناعة الطائرات إلى أسوأ أزمة لها حيث أوقفت شركات الطيران مئات الطائرات مع انخفاض مستويات الطلب إلى ثلاثين بالمئة عام 2019 وتأجل شركات الطيران حاليا عمليات تسليم الطائرات ولا تتوقع انتعاشا قويا حتى تتوفر لقاحات كوفيد-19 على نطاق واسع أنتم تشاهدون النشط من العاصمة وفيها بعد قليل بومبيو يدعو الصين إلى أطلاق سراحي صحفية اعتقلت بسبب تغطيتها جائحة كورونا في مدينة وهم اشتركوا في القناة عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن الحكم الصادر بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول شدد نائب المتحدث باسمها كايل براون في تغريدة له على أهمية إفساح الرياض المجال أمام حرية التعبير والنشاط السلمي وتعزيز حقوق النساء وكانت محكمة بالرياض أمرت بسجن الهذلول بتهمة التحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية مع وقف تنفيذه لمدة عامين وعشرة أشهر ما قد يجعل الإفراج عنها ممكنا في المستقبل القريب بحوالي شهر مارس وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يجيز فرض عقوبات أمريكية على أي مسؤول صيني يتدخل في عملية اختيار البوذيين في التبت لزعيمهم الروحية الدلعلامة المقبل ووافق الكونغرس بغالبية صاحقة على قانون السياسة والدعم في التبت وسط خشية من سعي بكين التدخل في اختيار خليفة للدلعلامة البالغ من العمر 85 عاما وأملها بأن يساعد ذلك في تلاشي المطالب بمزيد من الحريات في منطقة الهيملايا الخاضعة للحكم الصيني دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين إلى أطلاق سراح صحفية اعتقلت بسبب تغطيتها جائحة كورونا في مدينة وهان واتهم بكين بالسعي إلى التغطية على الأخبار المتعلقة بالوباء وقال بومبيو أنه يتعين على الحكومة الصينية الإفراج فورا ومن دون شروط عن الصحفية والمحامية السابقة زين كشان وأضاف أن الحزب الشيوعي الصيني أظهر مرة أخرى أنه سيفعل كل ما بوسعه لإسكات الذين يتبنون خطا مغايرا لخط السلطة في الصين حتى وإن تعلق الأمر بالصحة العامة أكدت منظمة مرسلون بلا حدود زيادة استهداف المرسلين الذين يحققون في الجريمة المنظمة والفساد أو القضايا البيئية دعونا نتعرف سوية على آخر تقرير للمنظمة للعام الحالي قالت المنظمة أن عام 2020 شهد مقتل خمسين صحفي على الأقل وبيّن التقرير أن معظم هؤلاء ممن قتلوا تمت عمليات قتلهم في دول لا تشهد حروب أظهر التقرير أن الصحفيين الاستقصائيين هم الأكثر استهدافا منذ سنوات خصوصا من يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال أو قصص حول الجريمة المنظمة أو مسائل بيئية التقرير أشار إلى أن العنف ضد الصحفيين ومقتلهم خلال تغطيتهم المظاهرات أصبح واقعا جديدا كما أكدت المنظمة مقتل سبعة صحفيين خلال تغطيتهم التظاهرات في العراق منذ بداية العام كانت المكسيك الدولة الأكثر دموية للصحفيين في عام 2020 قتل هناك ثمانية صحفيين تليها أفغانستان بخمسة والهند وباكستان بأربعة والفلبين وهندراس بثلاثة التقرير أكد أن إيران قتلت رسميا أكبر عدد من الصحفيين في نصف القرن الماضي عن طريق سجنهم أو إعدامهم بتهم ملفقة أشارت المنظمة إلى وجود 387 صحفي في السجون والمعتقلات في مختلف أنحاء العالم وهو عدد مرتفع بشكل قياسي مقارنة بالأعوام السابقة قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا آفريكم إنها نفذت خلال السنة الجارية تدريبات على طائرة بي 52 في شمال إفريقيا وأوضحت القيادة في تغريدة على تويتر أن هذه التدريبات كانت بدعم من القيادة الاستراتيجية الأمريكية مشيرة إلى أنها شملت مهمتين في كل من المغرب وتونس وأضافت أن التمارين تضمنت إجراء اختبارات لتحليق طائرات F-16 المغربية وأيضا F-5 التونسية التي حلقت مع طائرة بي 52 بهدف إظهار القترة على العمل المشترك في ظل تهديدات مستمرة من حزب الله لا تهدأ أنشطة إسرائيل العسكرية لحماية حدودها الشمالية مع لبنان يؤكد الجيش الإسرائيلي أن تحركات لمدنيين يعتقد أنهم نشطون في حزب الله تكررت في الأوين الأخيرة وذلك بحدث في جمع معلومات ورصد مواقع عن الجيش الإسرائيلي والذي قال أن حزب الله استغل مدنيين كغطاء عدة مرات واستخدم بيوتهم كمقرات له ومستودعات لأسلحته الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان لطالما وصفت بالجبهة الساخنة نظرا لكثرة أحداثها وتحديات الأمنية الماثلة فيها في هذه الصور الخاصة بالحرة يظهر ما ترجح مصادر أمنية إسرائيلية إنهم عناصر من حزب الله وهم يكثفون أنشطتهم في المنطقة لرصد الجيش الإسرائيلي ومعسكراته ونقاته الأمنية وهي أنشطة تهدف حسب الجيش الإسرائيلي لتعويده على رؤيتها حتى يأتي موعد اعتداء محتمل من حزب الله يجب أن أشير إلى أن حزب الله يختبئ في مناطق مدنية على عكس جنودين الموجودين في قواعد عسكرية لحماية المواطنين أما هم فيستخدمون المدنيين كغطاء لحمايتهم يأتون إلى هنا بمركبة مدنية ويقتربون من الجدار يراقبوننا ليعرفوا كيف يتردنا أظن أنهم يريدون تعويدنا على شيء ما حتى يفاجئوننا بعملية إرهابية لذلك علي القول إن القوات الموجودة هنا تشك في كل الأمور على الرغم من إعلان إسرائيل استعدادها لأي حرب مقبلة لا ينفك حزب الله حسب مصادر أمنية إسرائيلية يرسل تهديداته ويكثف أنشطته على هذه الحدود وقد حاول الرد على مقتل أحد قياديه في دمشق لكن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولاته حزب الله موجود هنا ولا يفكر في ترك هذه المنطقة هم موجودون بشكل ظاهري وآخر خفي ونحن نواصل تعقب أنشطتهم بواسطة عدة أدوات وأنشطة عسكرية متنوعة إنه عام مليء بالتحديات في جوانب مختلفة من الجهة العسكرية واجهنا خلال الأشهر الماضية محاولات اعتداء من حزب الله أفشلناها ينتهي العام 2020 لكن أجواء التوتر في هذه المنطقة لم تنتهي بعد في ظل تهديدات أمنية مستمرة من حزب الله المتربس بالقوات الإسرائيلية بين منازل المدنيين حسب تأكيد الجيش الإسرائيلي هناك أمور لا تنتهي بانتهاء الوقت ومنها التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل وتوليها حكومة وشعب وجيش أهمية بالغة على جدول أعمالها ثروة شقراء الحرة القدس يصف كثيرون من أهالي قطاع غزة العام 2020 بأنه أسوأ الأعوام من الناحية الاقتصادية والمعيشية في القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا فقد هناك الكثيرون أعمالهم وأفلست شركات كثيرة وتدهورة القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن تدهور الخدمات الصحية عام 2020 لم يحمل أحداثا مفرحة لسكان قطاع غزة بل كان امتدادا لمعاناة أكبر مع جائحة كورونا خلاله عرف القطاع انسدادا في الأفقين السياسي والاقتصادي ولم يحدث أي اختراق في الملفات الفلسطينية وإن أردنا تسميته فيمكن القول بأنه عام الفقر الذي استفحل ووسع دائرة فئاته الموظفون الحكوميون في رامالله وغزة كلاهما لم يحظيا برواتب كاملة كما سنوات سابقة وتقلصت رواتب موظفي سلطة الفلسطينية إلى حد كبير مع وقف أموال المقاصة الإسرائيلية بعد قرار الرئيس محمود عباس في مايو 2020 وقف كافة أشكال التنسيق الأمني ما أدخل موظفينا فئة الفقراء الدخل الوحيد اللي بحرك الأمور الحياتية في البلد اللي هو دخل موظفين السلطة الفلسطينية أزمة المقاصة زادت من الأزمة بشكل كبير موظف السلطة أصبح لا يتعدى راتبه الأربعمائة دولار أنا كموظف راتب يتقلص بشكل كبير بحيث أنه يعني وصلت الأمور لأنه فيها شغلات كثير وأمور كثير في حياة المعيشية أنه أختصرها وما أجبهاش أما الأبرز في هذا العام فهو تدهور أوضاع موظفي وكالة الغوث الأونروا التي شهدت تقالبات مالية وأزمات كبرى دفعتها لإغلاق بعض الجمعيات المستفيدة من دعمها ووقف عقود البطالة الدائمة والمؤقتة كما أثارت قلق موظفيها الدائمين الذين تأخرت رواتبهم في نهاية العام رغم أنهم كانوا الفئة الأكثر أمنا وظيفيا والأقوى دائما أعلن المفوض أن هناك عجز مالي والعجز مالي سيصيب بالدرجة الأولى اللي هو الرواتب الموظفين فكانت عبارة عن صدمة للموظفين بشكل عام لأن الموظفين يعتبرون أنفسهم يعملون في مؤسسة دولية وهذه المؤسسة دولية تقوم بالحفاظ على الموظفين بشكل آمن وانت في عملك وقلقان من العملك وعدم الأمان الوظيفي وفي نفس الوقت أنه انتقل هذا القلق للأسرة بشكل مباشر ولم تسلم فئات أخرى من الأزمة الاقتصادية خاصة مع جائحة كورونا ونذكر هنا العمال اليوميين وتجار وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية نعتقد عام 2020 كان الأسوأ على المستوى الاقتصادي بالمقارنة مع الأعوام السابقة وتنبأ تقرير الأمم المتحدة في عام 2016 بأن قطع غزة سيكون مكان غير ملائم للعيش في عام 2020 وجاءت جائحة الكورونا لتعمق من المشهد الاقتصادي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأيضا أزمة الأنروا وأزمة موظفية السلطة وأزمة الذين يحصلوا على مستحقات من وزارة الشؤون الاجتماعية وأعادت نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز جو بايدن الحديث عن المفاوضات مع إسرائيل إلى الواجهة وهو ما عززته عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل وبالتالي عودة أموال المقاصة ويدفع بالتفكير أنه قد يكون هناك تغييرنا وسام يسيل الحرة غزة فاصل قصير وتابع من بعده من العاصمة من قناة الحرة في واشنطن تفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم مجددا ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من ست سنوات ما أدى إلى الإقبال المتزايد على الشراء ووفقا لمؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة فقد أدى المزيج بين الطلب القوي والعرض المحدود إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 7.9% في أكتوبر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهرا قررت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس آب وقف عمل التطبيق على الأجهزة القديمة بحلول عام 2021 اسمحوا لي أن أعرفكم على الأسباب وراء هذا القرار والهواتف التي ستتأثر بهذا التحديث يستعمل تطبيق واتس آب أكثر من ملياري مستخدم وتحاول الشركة منافسة تطبيقات مثل زوم التطبيق الذي انتشر بصورة واسعة بعد انتشار جائحة كورونا ولجوء الشركات إليه لتسهيل العمل عن بعد والاجتماعات أيضا كما نعرف يتضمن التحديث الجديد لتطبيق واتس آب تحديثا أمنيا لا يتوافق هذا التحديث مع أنظمة التشغيل القديمة قررت واتس آب وقف التطبيق على تلك الأجهزة لحماية المستخدمين من أي ثغرات أمنية لا يمكن معالجتها مع ماذا يتوافق التطبيق؟ سأقول لكم مع ماذا لا يتوافق لا يتوافق واتس آبل جديد مع أجهزة آيفون 4 أو أي جهاز أقدم من آيفون 4 أو على باقي مستخدمي منتجات آبل تحديدا حتى يتوافق معهم التطبيق عليهم تحديث نظام التشغيل إلى آي او اس ناين قبل أن يتمكنوا أو بعد آي او اس ناين قبل أن يتمكنوا من استعمال التطبيق مجددا سيتوقف التطبيق أيضا على أجهزة أندرويد المصنعة في أو قبل عام 2012 نذكر هنا جالكسي 2 اتش تي دي زاير والجي اوبتيموس وعلى مستخدمي بقية الأجهزة التأكد من استخدام نظام تشغيل أحدث من 4.03 لاستمرار استخدام تطبيق واتس آب غيرت جائحة كورونا من أساليب عمل الموظفين ومن طرق اختيارهم لملابسهم اليومية خاصة الذين يعملون من منازلهم وسرعان ما تأقلمت صناعة الموضة مع الظروف الجديدة التي فرضها هذا الوباء وعرضت في السوق ما يناسب جميع الفئات في هذه الفترة كما تكيف الناس مع واقعهم الجديد لم يكن للموضة المتوقعة لعام 2020 الفرصة لتنتقل إلى الشارع فقد جعلت الجائحة من الملابس الرسمية التي يرتديها الموظفون في المكاتب عادة عديمة الفائدة تقريبا وتوجه معظم الناس إلى اقتناء السطرات والقمصان بشكل خاص بحكم مشاركتهم في الاجتماعات الافتراضية من المنازل وفي هذه الأثناء توجه بعض مصمم الأزياء إلى إنتاج أزياء تتماشى ومقاييس العمل الحالية ومنهم مصممة الأزياء ماروسيا كازاكوفا وزوجها بوركويندي اللذان جمع بين الفولكلور الروسي والإفريقي من خلال ملابس ذات طراز رياضي وكلاسيكي كيف تعبر عن نفسك؟ إذا خرجنا من البيت يجب أن نكون قادرين على التعبير عن أنفسنا الجميع يرتدي ملابس وهي في الواقع رسائل تظهر من نحن ومن بين الأشياء التي فرضها كوفيد-19 على الناس هو قناع الوجه لمنع انتشار فيروس كورونا ولكن هناك الكثير من يريد إظهار وجهه للآخرين للتعبير عن نفسه أو عن الأشياء التي يتحدث عنها الفكرة هي السمح للناس أن يكونوا قريبين من بعضهم وآمنين بدلا من الوقوف عن بعد بستة أقدام كل شخص لديه قناعنا الآن ولكن لا يمكنك رؤية وجهه ولا يمكنك سمع ما يقوله بوضوح وعندما يمكنك رؤية تعبيرات وجهه فستشعر بحرية أكثر إن المسئولية التي تنتظر صناعة الأزياء لعام 2021 هي إنتاج ألبسة تحافظ على البيئة وتوفر أيضا الشعور بالراحة والأمان تتميز ولاية فلوريدا بشواطئها الجميلة التي تعتبر مقصدا سياحيا للأمريكيين والأجانب أيضا ولكن الحفاظ على نظافة الشواطئ يعتبر عملا شاقا منظمة تطوعية بدأت مؤخرا في تنظيف شواطئ مايامي وتقوم قبل كل حملة بتنظيم أجواء احتفالية تدعمها الموسيقى والوجبات الخفيفة وحتى الرياضة الجماعية لتجديع أكبر عدد من المتطوعين على تنظيف الشواطئ من المعروف أن شواطئ مايامي هي وجهة جذابة لكل من السياح المحليين والأجانب ولكن الحفاظ على نظافتها أصبح عمل المتطوعين الذين يقومون بالتقاط القمامة تحت أشعة الشمس الحارقة أريد أن يختبر الناس مايامي الحقيقية مايامي الجميلة بمياهها مظيفة ومن أجل الحفاظ على البيئة أيضا ولهذا السبب أقضي معظم وقت في تنظيف الشواطئ بدلا من الاستلقاء تحت أشعة الشمس وانتظار سميرار بشرته جاءت ماريا خسي ألغارا إلى مايامي من النيويورك وحصلت على شهادة في القانون وعملت كمساعدة في مكتب محامات لكنها كانت تمضي عطلات نهاية الأسبوع في تنظيف الشواطئ مع بعض أصدقائها وسرعان ما أدركت ماريا أن العمل في الهواء الطلق كان أكثر وفاءا من التعامل مع العقود القانونية في المكاتب المغلقة وهكذا فكرت في تأسيس جمعية تطوعية وأطلقت عليها اسم نظف هذا الشواطئ يساعد عشرات المتطوعين ألغارا حاليا على تنظيف الشواطئ فيما يشارك مئات الأشخاص الآخرين في الفعاليات التي تنظمها والتي تتمثل في الموسيقى والوجبات الخفيفة وحتى الرياضة الجماعية قبل كل دورة تنظيف عندما بدأت القيام بهذا النوع من العمل لأول مرة كانت ماريا أول شخص التقيته في هذه المنظمة كانت لطيفة حقا وقابلت فورا بانضمامي للعمل معها أعتقد أن بدونها لما كنت أقوم بذلك هنا وهناك ولكن مؤخرا أصبحت أقوم بذلك كل أسبوع تقريبا لدى هذه المنظمة حاليا أكثر من ألفي متطوع للمساعدة في التقاط القمامة من الشواطئ وقد جمع المتطوعون حتى الآن أكثر من عشرة آلاف كيلوغرام من القمامة من هذه الشواطئ الجميلة كانت هذه أخبارنا من العاصمة لهذه الليلة نلقاكم على رأس الساعة مع موجز للأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر